اشتركوا في القناة من جريدة المصر اليوم الصحة تتسلم اول مليون جرعة من لقاح كورونا المحلي وفي الوفد مد تنصيق المرحلة الاولى للقبول بالجامعات والنتيجة السبت اليوم السابع الأبيض بطل دوري 2021 و150 ألف جنيه مكافئات وهدايا في انتظار لاعبي الزمالك من العنوين نروح للتفاصيل وبنبدأ من جريدة اليوم السابع رئيس السيسي يوجه بتكامل تطوير مطار العالمين مع خطة دعم الزياحة والطيران المدني التفاصيل بتقول ان رئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعين مهمين الأربعاء وتناول في الاجتماع الاول استعراض مشروع تطوير مطار العالمين الدولي وتابع في الاجتماع التاني مشروع مستقبل مصر اللي بيقع ضمن نطاق مشروع الدلتة الجديدة وكذلك سبل توفير مياه الرأي للمشروع من مصادر مختلفة الرئيس طلع في هذا الاطار على مشروع تطوير مطار العالمين ليصبح مطار دولي ذكي يعتمد على أحداث التكنولوجيا ويحتوي على كافة الخدمات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الطيران والمطارات الدولية وطبعا ده استثمار الموقع الجغرافي المميز للمطار ومدينة العالمين الجديدة واللي بيقاهي المطار العالمين ليصبح محوى الرئيسي للنقل الجاوي والتجاري واللوجستي لجميع دول العالم حيث وقع المطار على حوض البحر المتوسط بما يمكنه من ربط شمال أفريقيا وكنوب أوروبا سياحيا واقتصاديا وتجاريا وجه الرئيس بأنها تكامل ذلك المشروع مع خطة الدولة لدعم قطاع السياحة وطيران المدني في إطار تنمية وتطوير الساحل الشمال الغربي للبلاد بهدف استقطاب مختلف أنماط لإستثمارات المحلية والأجنبية خاصة أن ظهير تلك المنطقة يشهد نمو متزايد سواء المتمثل في مشروع الدلتة الجديدة أو إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة وهو ما يعزز جهود الدولة في التوسع في إنشاء مراكز تنمية شميلة جديدة بعيدا عن مناطق التكدس السكان من جريدة الوفد رئيس الوزراء بيقول نرحب بعودة السياح الروس ونضمن سلامة جميع السائحين أكرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تطلع لقيام السائحين بتكرار زيارتهم إلى مصر مشيرا إلى أن الحكومة والشعب المصري يرحبان بالسائحين الوافدين إليها للتعرف على حضراتها العريقة والاستمتاع بأنماط السياحة المتنوعة التي تتمتع بها كذلك على هامش زيارته لمعبد الكارنك حيث أجرى حوارات مع بعض السائحين الموجودين بالمعبد للاستماع إلى أرائهم وانطبعاتهم خلال زيارتهم لمصر مرحبا بعودة السائحين الروس إلى مصر ومؤكدا حرص الدولة المصرية على ضمان سلامتهم واستمتاعهم بمعالمنا الأثرية أثناء زيارتهم تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أيضا استعدادات احتفالية افتتاح طريق المواكب الكبرى المعروف باسم طريق الكباش بعد التطوير والترميم تزمنا مع احتفال الأقصر بعيدها القومي إضافة لافتتاح عدد آخر من المشروعات معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحية أو تسويق السياحة الثقافية بالصعيد أهلا بك أستاذ محمد نتكلم محررتك بشكل خاص عن هذا الخبر في إطار جهود الدولة لتطوير مناطق الصعيد السياحية والدكتور مصطفى مدبولي كان بيتفقد صباح اليوم استعدادات لاحتفالية طريق الكباش بعد التطوير كلمنا بقى عن تفاصيل هذه الاحتفالية ومنظومة التطوير بشكل عام الحقيقة الدولة يعني بقالها فترة حوال 54 أسكرة بدأ فيه ما مشهد يبدل الحقيقة بالسياحة الثقافية تحديدا يعني السياحة عموما لكن الخير يقولي أننا كالسياحة الثقافية بدأنا نشعر أن هناك رغبة قوية جدا لدى الدولة ولدى القيادة السياسية بتواجد توقيع أمر مباشر أن تعود لأثر عاصمة للسياحة في العالم معاصمة للثقافة مرة أخرى ما يحدث لأقصر من ترميمات معبد الكرمت لم تحدث من سمين عاما ما يحدث معبد لأقصر من يعادة مجموعة بالتمثيل اللي كانت مخدمة إلى هذا القطع ويعادة ريها معبد لأقصر كما كانت بحاجة غير مصدوقة ما يحدث في طريق الكباش وهو الأبع والأجمل في العالم يرمز بين مجموعة معابد الكرمت ومعبد لأقصر زي ما حدثك قلت اللي هو بريق الملكي بطول 2 كيلو 700 متر على الجانبين حول لأقصر على الجانبين حول لأقصر الحقيقة إلى متحط عالمي وخلى عندنا طلبات جديدة من السياحة من الخارج أصبحت لأقصر مخصص السياحة ومخصص ومطلب عالمي خاصة كمان مع المجموعات المتزايدة من ما يوضع في المتحف الأقصر الجميل الرائع بنية تحصية رائعة اعتمت في لأقصر كل ده خلى صانعي القرار السياحي يعرفوا مدى اهتمام القيادة السياسية ومدى رغم الدولة في تعود مرة أخرى لأقصر والتوجيهات اللي كانت النهاردة اللي نقالها دولة رئيس الوزراء بأفض مباشر من السيد الرئيس على أن هناك إزالة كل التحديات لتعود لأقصر عاصمة للثقافة والفن مرة أخرى كان كلام واضح جداً النهاردة من دولة رئيس الوزراء بأن القرار من السيد الرئيس على أن تعود لأقصر واجهة للحضارة المصرية القديمة كما كانت لأنها كانت عاصمة للحضارة من سؤالات الدولة تمام طيب احنا عارفين أن في احتفال بالعيد القومي للأقصر يعني كلمنا عن هذه الاحتفالية الجانب السياحي أيضاً الحجوزات والإشغالات السياحية الموجودة في الأقصر والاستعداد للموسم السياحي القادم الإجراءات الاحترازية المفترض أنها تكون مطبقة لمواجهة فيروس كورونا يعني كل ما يتعلق بهذا الملف الجزء الأول اللي حاجة تسألته مظلم جداً الأقصر بتستعد لعمل احتفالية غير مصدوقها في شهر 11 هذه الاحتفالية استفشمت الاكتشاف اللي يفتح الطريق بالكامل الطريق المؤدي ما بين زي ما حاجة قلت معابد الكارنك ومعابد الأقصر بالإضافة إلى مجموعة رائعة من المقابر بالبر الغربي ما يتم اكتشافه في اللقصة في البطرة الأخيرة اتداء من خبيئة العساسين 32 تابوت في حالة رائعة كم اكتشافات رائعة جداً حتى كلها حيتم عرضها مجموعة دراعة والنجا وما يسمى بمقابر الملوك الزهب كل هذا يتم الأداد له الآن ببنية تحتية زي ما قلت حضرتك وإنارة في الجبل في البر الغربي الذي أصبح بانوراما ليس لها أهود في العالم والكورليش الممشى اللي يختير الأفضل في أفريقيا كل ده حيتمك تتاحه رسمياً في العيد القوم اللوثر أما السؤال حضرتك فيما يتعلق بالتدفق السياحي مصر الحمد لله مجحة بديها في ظل مجموعة من الأمور أولها الشفاتية الكبيرة في التعامل مع كوفيد-19 أو كورونا رقم اثنين بنية تحتية ربطت ما بين العواصل السياحية شرم الشيخ والغردقة والأسوان رقم ثلاثة مجموعة متاحف إقليمية توقف الغردقة لأول مرة بيبقى فيه متحف في الغردقة بيبقى فيه متحف في شرم الشيخ بيبقى فيه متحف في مطار القاهرة رقم أربعة وده المهم جداً هو حرص الدولة الشديد على دعم وإيجاد وسائل حديثة للتسويق وآخرها توقيع توقيع مع واحدة من أكبر شركات التعاية في العالم للتسويق لمصر الديحيا للفترة اللي جاية الحجزات مبشرة جداً الأيام دي نشتغل على أربع طيارات من أسبانيا كل اسبوع طيارتين من فرنسا في قريب جداً في نهاية هذا الاسبوع حيباً عندنا طيارتين من إيطاليا من الغردقة وصلنا إلى عدد كبير جداً من السياحة الشاطئية التي يصلنا رحلات اليوم الواحد بيصل أحياناً إلى 150 أوتوبيس في اليوم لقصر بتحط رجلها والتياحة الخفية على أول الطريق لعودة السياحة من شهر 9 عندنا تدفق رائع جداً من السوق الأمريكي السوق الأمريكي واعد جداً في الفترة اللي جاية وهو سوق عال للدعاء للإنفاق أنا شايف أن الفترة اللي جاية مثلاً ستجني جلوسه في جهة الخضية ستجني إثمار ما خدمتك الدولة ما ننساش حاجة مهمة جداً في أولي الأزمة تم قرار من السيد الرئيس بدعم كل المنشآت السياحية تم تقديم حزمة من المبادرات بقرار رئاسي لكل المنشآت السياحية سواء شركات سياحة أو منتجات سياحية أو فنادق سياحية أو مناقب سياحية بشروط مهسرة جداً هي اللي أعطف قبلة الحياة عشان تظل هذه المنشآت موجودة وكمان نحافظ على العمالة المدربة لأول مرة ولا نتقدها لأنه ده شيء كان يعني لو كان حيبان بالسياحة الدولة وقيادة السياحية أخضرت أوامر بدعم عدل 55 مليار جديد بشروق مهصرة جداً هو اللي حافظ على البنية التحتية والعمالة المدربة لصناعة السياحة تمام بشكرك جداً أستاذ محمد عثمان رئيس لجنة تسويق لأسياحة ثقافية بالسعيد شكراً جزيلاً بنواصل جولتنا في صحافة الغد ومن جريدة المصر اليوم وزارة الصحة تتسلم أول مليون جرعان من لقاح كورونا المحلي التفاصيل بتقول أن وزيرة الصحة دكتورة هالة زيد أعلنت الأربعاء أن الوزارة تسلمت أول مليون جرعة من لقاح فاكسيرا سينوفاك المضاد لكورونا والمصنع محلياً بعد إتمام مراحل لاختبارات وجي في بيانة على الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيسبوك أن ده بيأتي وفقاً لتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القبضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية الوزيرة أكدت أن ما حققته شركة فاكسيرا يعد نقلة نوعية وتاريخية في مصر وقال دكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة أن جرعات لقاح فاكسيرا سينوفاك تم تسلمها إلى مخازن تموين الطبيب ووزارة الصحة والسكان بعد إتمامها لمراحل الاختبارات اللازمة وفقا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات لفت كمان إلى أنه جاري الانتهاء من مراحل التصنيع والتحليل لمليون جرعة وهي القدرة الانتاجية لشركة فاكسيرا شهريا تمهيدا لتوزيعها على مراكز تلقي لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية بعد التعليق على هذا الخبر أستاذ أكرم عبد الرحيم الكاتب السحفي بجريدة المصر اليوم أهلا بك أستاذ أكرم أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين أهلا بك يعني الخبر من جريدة المصر اليوم فأكيد حضرتك كمان يعني عارف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر بنكلم عن بيان وزارة الصحة بتلقي أول مليون جرعة من لقاح فاكسيرا سينوفاك نتكلم عن هذا أولا وبعدين عن الانتاج المحلي بقى للقاح طبعا الوزارة الصحة حرست كل الحرص من عدة أشهر على انتاج عدة ملايين من جرعات اللقاح ده ده بالتنسيق مع بين فاكسيرا سينوفاك المنتج المحلي وفقا للاتفاقية اللي بينها وبين شركة سينوفاك الصينية طبعا الشركة سينوفاك الصينية والشركة القابلة للمستخدرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا دي عقدت منذ أشهر اتفاقية على أن يتم تصنيع اللقاح داخل جمهورية مصر البيئة ليه لعشان قطر أنا أغطي الكافة المراكز الطبية لللقاحات على مستوى الجمهورية رقم اثنين عشان قطر مصر تصبح مركز لوجيستي هام بالنسبة لأفريقيا لأنه بعد كده يعني حتتوجه مصر بصفتها أن هي يعني الرأي الرسمي لأفريقيا يعني معروف أن مصر هي الدولة الأم لأفريقيا فبالتالي زي ما استطعت أن هي يعني تتخلص من فيروسي برضو إن شاء الله مصر دورها أن هي يعني حتنت جزير لقاحات لدول أفريقيا اللي هي بتعاني برضو من وباء كورونا طبعاً الوزارة الصحة حتتسلم أو تسلبت بالفعل مليون وسلمتها إلى المخازن التوميني الطبي بوزارة الصحة يعني بعد إجراء الاختبارات يعني هي طبعاً وفقاً ده اشتراطات منظمة الصحة العالمية وتوزعها على مراكز تركي اللقاحات طبعاً الشركة إن شاء الله يعني حتمتك تقريباً خمساشر مليون جرعة لقاح من فاكسيراتينوفاك شهرية برضو من خلال المعامل الرقابة والجودة بشركة فاكسيرات طبعاً هتم خضوع اللقاح إلى دراسات السبات وده بيقلل من نسبة الإصابة في مصر الحمد لله إحنا في الحد الأدنى من الإصابات ولكن ده طبعاً بيتيح لنا أن نصبح المركز اللي يسي الأول على مستوى أفريكا والشكر أوسط بس ده طبعاً لابد أن المواطنين بيتجهوا إلى المراكز اللقاح ويسجلوا في وزارة الصحة على أساس أن تنخفض النسبة احنا شفنا الفترة اللي فاتت كانت نسبة عالية نسبة عالية لأن كانت فيه أعياد وكان فيه زحام فبالتالي النسبة بتجيز خاصة مع التحورات السريعة بتاعت الفيروس اللي هي ممكن بيصيب من سبعة إلى تسع أفراد لأن التحورات بتاعت هذا الفيروس سريع جداً فطلب مننا إجراء العناية التامة بالنسبة لأفراد الأسرة بالنسبة لأماكن الزحام بنركز على ارتداء الكمامة ثم الثانية أن كنت بتاخد المصر المضاد دي هذا الأول لقاح المضاد للفيروس طبعاً ده وزارة الصحة أعلنت برضو النهاردة أن خروج 153 متعفي من المستشفيات بعد الشفاءهم عشان يرتفع الإجمالي المتعفين عندنا إلى 236 ألف و228 متعفي برضو تم تسجيل 194 النسبة كانت منخفضة خلال الأسبوعين الماضين لكن بدأت ترتبع تاني زي ما قلنا عشان خاطر حالات الزحام وحالات اللام وولاء اللي احنا لمسناها برضو الناس اللي خارجوا من العيد فبالتالي رفعت النسبة للأصابات ده يتطلب مننا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التوجه إلى المراكز الطبية عشان خاطر حصول على اللقاح كورونا الحمد لله أصبح عندنا يعني مصل مصنع في مصر رسمي وطبعاً الجروعات إن شاء الله هتبقى كافية ومن المفروض أنه بنهاية العام يكون طبعاً احنا وصلنا تقريباً لحوالي 10 مليون أو أكثر ممن يتعطون هذا اللقاح تمام بنتمنى السلامة لجميع المرضى والتعافي إن شاء الله من هذا الفيروس ويعني ربنا إن شاء الله يعني خلصنا من هذا الوباء ويزيح هذه الغمة قريباً بشكرك أستاذ أكرم عبد الرحيم الكاتب الصحفي بجريدة المصري اليوم من جريدة اليوم السابع السعودية تسمح بعودة العمالة المصرية الحاصلة على جرعتية تطعيم داخل المملكة بعد توقف حوالي 6 أشهر لحركة الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية بهدف الحد من تفاشي فيروس كورونا وتزامناً مع ظهور الموجة الثانية في فبراير الماضي قررت وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السعودية رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلقة القدوم منها للمقيمين في المملكة والذين تلقوا جرعتين لقاح كورونا داخل المملكة مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المتبعة وزارة الخارجية في السعودية وممثلة في وكالة الوزارة للشؤون القنصلية وضعت عدة ضوابط لعودة طيران الدولي للدول التي فورد عليها الحظر من بينهم مصر وهي تلقي راغبين في العودة جرعتين لقاح داخل السعودية قبل مغادرتهم السعودية لتنضم إلى الفئات المستثناء الأخرى وهم العاملون المصرون بالقطاع الصحي السعودي وأسرهم والديبلوماسيون والمواطنون السعوديون خبر آخر من جريدة الوفد تكليف رئاسي بتحويل مصر لمنطقة لوجستية عالمية متطورة أكرت وزارة المالية حرص الدولة بقيالتها السياسية على تهيئة البيئة المواطنة لتحفيز الاستثمار من خلال تبسيط ومكانة الإجراءات للتيسير على مجتمع الأعمال بما يسهم في فتح أفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في شتى القطاعات باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد محركات النمو الغني بفرص العمل على نحو يساعد في الاستغدال الأمثل للفرص التنموية الوعيدة التي تتيحها مصر في مشروعاتها القومية العملاقة غير المسبوقة ونختتم جولتنا في صحافة الغد بهذا الخبر الرياضي من جديد اليوم السابع اللي بتقول في عنوانها الأبيض بطل الدوري 2021 و150 ألف جنيه ومكافآت وهدايا في انتظار لعبي زمالك عاشت جمهير الزمالك ليلة سعيدة بعد تتويج فريقها بدرع الدوري المرة الثلاثة عشر في تاريخ القلع البيضاء إثر فوزي على الانتاج الحربي بهدفين نظيفين وارتفاع رصيد الفريق إلى نقطة 79 بفارق ست نقاط عن منافسه التقليدي الأهلي ويتبقى لكل فريق مباراة واحدة في الدوري ستلعب غدا وعدد كبير من جمهير الزمالك تجمعوا حول بوابة النادي الرئيسية وشارع جامعة الدول العربية وهتفوا للعبين والجهاز الفني واغلقت جميع الشورع المؤدية للنادي واطلقت اليمهير الصواريخ والألعاب النارية ابتهاجا بعودة الدرع لمية عقبة بعد غياب خمسة مواسم لقاحة الزمالك بتنص على منح لاعب الفريق مكافأة مالية بتبلغ 150 ألف جنيه في حالة تتويج ببطولة الدول العام المصري وتنص أيضا على حصول جميع اللاعبين على مبلغ المكافأة بالتساوي دون النظر إلى أنسب مشاركة كل لاعب على حدة بالإضافة إلى عدد من المكافأات والهدايا ألف مبروك لنادي الزمالك والجماهير نادي الزمالك بشكركوا جدا على حسن المتابعة وصلنا بكده لنهاية هذه الحلقة من صحافة الغد إلى اللقاء اشتركوا في القناة